السلام عليكم. هنبتزي النهاردة. نحل بقى اسئلة الباب التاني. الدرس التاني. تبا? اللي فيه الخواص الفيزيائية للمعادة. خليني بس افكركم الاول ان الخواص الفيزيائية. احنا قلنا ان هي بتنقسم لابتر من حاجة. في منها خواص بصرية اللي هي اللون والمغدش والبريق. فيه كمال الخواص التماسكية. اللي هي اللي انفصام والمكسر والسلادة. والقابلية السحب والطرق. وفيه بقى الخواص اللي هي الايه? آآ خواص الاخرى بقى زي درجة الحرر والريحة واللون والطعم والكامل ده. الريحة والطعم بداش اللون. تمام? يلا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ. اكتب المصطلح العلمي. واحد خواص تعتمد على تفاعل المعادن مع الضوء الساقط عليه. دي تبقى ايه? اول سؤال وممكن يخدعك. الناس هتقول لك ده ممكن يبقى البريك. ان هو يعكس الضوء الساقط عليه. وممكن الناس تانية هتقول لك اللون. ان هو يعكس لطول الموجي للضوء الساقط عليه. لأ. هي لدي. لدي. هي الاجابة عشان السؤال عام شوية فانت بتراح دماغك وتجاوب اجابة عامة وتقول الخواص البصري. ان هو بيقول لك الخواص مش خصير. تمام? مش. رقم اتنين. درجة انعكاس الضوء على سطح المعدن. دي بينه دي البريك. قدرة المعدن على عكس الضوء الساقط عليه بردو البريك. قدرة المعدن على انفاز الضوء دي الشفافية. معدن ترى الصورة من خلاله غير واضح. ده اللي بيبقى ايه? يعني تبترى الصورة بس غير واضح. ده اللي هو الشبه شفاف. خاصية للمعدن تعتمد على طول الموجات الضوءية المنك عكسها عليه. ده ده الايه? العكس منه ده اللون. طيب لون مسحوق المعدن اللي المخدش. لون مسحوق المعدن الذي نحصل عليه بحك المعدن فوق قطعة من الخزف. غير مسكول. برضو لين مختش. سبعة. تغير لون المعدن عند تحريكه امام العين. دي اللي هي لايه? خاصية عرض الالوان. خاصية تنتج من تمويج بريك المعدن زون نسيج اللي في. اه ده اللي هي الخاصية المميزة جدا للقبال. اللي هي ايه? خاصية اللقلقة او عين الهر. قدرة المعدن على مقاومة الخدش دي الصلاة ده. درجة مقاومة المعدن الخدش او البري اما هي مرضو الصلاة. انت اما تشوف السؤال جنبه نجمة كده يبقى هو هو نفس الاجابة بس بشكل جديد. وده جيه في اغسطس ستة وتسعين دور تاني. والطريقة التانية ديت قالت في دور تاني تسعة وتسعين. ودور اول الالفين وسبعة. مجموعة من القيم العددية تتراوح بين واحد لعشرة اما كاس مهسر الصلاة. الصلاة ده. قابلية المعدن للتشكك على طول امتداده دي الانفصام. طيب خليني صحة افتكر اه ايه الفرق بين الصلاة والصلاة? الصلاة احنا عارفينها. وان المعدن يقوم لايه? الخدش. طيب الصلاة بقى بالبه دي اللي هو اه دي من حالات المادة صلب ولا سائل ولا غازي. تمام? ممكن جدا يبقى صلبة بس هاش. بس اسمها صلبة لكن ما عندهاش صلاة. اه قلنا خلاص عداشر اتناشر. قابلية المعدن للتشكك فيه فيه اتجاه موازي لقاعدة البلورة. ده اللي اسمه ايه? انفصام قاعدي. طيب. شكل السطح الناتج من كسر المعدن في مستوى غير مستوى الانفصام. ده بقى اسمه المكسر. طيب. قابلية المعدن للتشكيل في شكل ركائك او اسلاك دي اسمها ايه? حصية السحب والطرق. مستاشر. النسبة بين كتلة المعدن وكتلة نفس الحجب من الماء دي اللي هي اه الوزن النوعي. خليني برضو افكركم الوزن النوعي دي اخترعوها ازاي او عارفوها منين? اه قصة مضحكة جدا يعني. ارشميدس. الملك طلبه. عشان اه يسأله في حاجة. لما راح لان الملك قال له ان الراجل السيغ انا اديته قطعة من الدهب. انا اقول مسلا انه وزنها كيلو. كيلو من الدهب الخالص. قلت له اعملي به تاج. انا دلوقتي عايز اعرف هل الراجل ده امين فعلا? وعملي تاج مية في المية دهب? ولا خد منه حتة وغشه بنحاس وسرقني? حاول كتير انه يعرف الحل ايه? او يعمل ايه? موضوع صعب. هعرف منين ان الدهب? ان المعدن ده? التاج ده? مية في المية دهب ولا مضروب? اتحط مسلا عليه عشرة في المية الحاس. خمس اشار في المية الحاس. هعرف منين? المهم انه هو قاعد يفكر كتير وما لاقاش اي حل. ففكر ان هو يدخل يعني يستحمى. ملل بني ومية. اول ما قاعد فيه لقى المية ارتفعت. طلع منه لقى المية رجعت لمقطعات طبيعية عادي. فقال بقى كلمته المشهورة وجدتها وجدتها. ايه الفكرة بالزبط ايه اللي وجده? هو لقى ان هو لما قاعد في المية ارتفعت لمستوى معين. طيب لو جبت شخص وزنه اكبر مني شوية. هتلاقي المية ترتفع الاعلى من كده. لو جبت شخص انحف مني شوية. ايه بقى المية ترتفع? بنسبة اقل من كده. طيب راح اعمل ايه بقى? راح للميت وجاب مخبار مدرج وملاقى مسلا المية عند حجم لتر. وراح مقطص فيه قطعة من الدهب الخالص هو عارف ان وزنها كيلو بالزبط. تمام? لا المية ارتفعت مسلا لحد هي كانت عند واحد لتر بقيت عند لتر وربع. لو مسلا نقول لتر ونص. تمام? راح مطلعها وحط التاج بقى. لو هي كان التاج ده لو كان مية في المية ده بخلص كان زمان ارتفع لنفس المستوى بالزبط. نقولنا ان المية ارتفعت من لتر لتر ونص. مفروض ان هي كمان تطلع من لتر لتر ونص. لكن الحقيقة ان هي ما طلعتش لتر ونص وصلت مسلا عند لتر وربع. ما كانش نفس الرقم اقل او اكتر. اذا يبقى ده مش مية في المية دهب خالص. وبكده قدر بقى يكتشف الوزن النوعي. قلنا ان الوزن النوعي هي النسبة من كتلة المعدن وكتلة نفس الحجم من الماء. تمام? ماشي. رقم ستاشر سوء الولمبي. عنصر كيميائي يتسبب في تغيير لون احد معدن الكابريتي دات من اصفر شفاف الى بني. اه. احكي لك الموضوع بيجي ازاي? احنا قلنا ان معدن السافلي رايت هو عبارة عن كابريتاد كابريتي دات الزنك. وبيبقى لونه اصفر شفاف. بس لما بيدخل عليه شوائب من الحديد لونه وساعتها بيبقى الحديد بيحل محل الزنك وبيبقى لونه بني. تمام? هنا السؤال بقى ما بيقول لكش اسم المعبن. كنت اقول لك سافر رايت. لأ هو هنا بيسألك عن عنصر كيميائي فالاجابة هتكون الحديد. اقرأ السؤال كويس جدا قبل ما تكتب الاجابة. البرقة اللي بتبقى فيها شطابات كتير بيبقى شكلها وحش جدا ويعني بيتغم نفس المصحح من الاخر يعني. اكتب اسم المعدن الديال على كل عبارة من العبارات الاتية. معدن عنصري. له باريك فلزي وقابل السحب والطرق. ده الدهب. معدن له باريك ترابي. هو واحد بس علينا في المنهج بالباريك وترابي اللي هو كاولي نايت. معدن له باريك لقلقي. ده الفلزبار. يلا بينا رقم اربعة. معدن من الكربونات له باريك زجاجي. ده الكلسايت. نحن لدينا في في الكربونات معدنين. الكلسايت والملكايت. تمام? ملكايت ما بتقلش بقى ما تذكرش في في الباريك. يبقى هو الكالسايت. معدن يشبه في الباريك. بس انفصامه معيني. يبقى الكالسايت. كان في حد النهار دا سألني على جروب الواتساب ايه ازاي يفرق بين الكوارتز والكالسايت. الباريك ما ينفعش لان الاتنين لايهم نفس الباريك اللي هو باريك زجاجي. تفهم? الانفصام هو اللي هيفرق بينهم. الكوارتز مالوش مالوش انفصام. انما الكالسايت باريك انفصامه معيني. معدن لا يخدشه زفر الانسان. اه يعني ده بقى زفر الانسان اتنين ونص يعني هو حاجة من بعد الاتنين ونص من تلاتة وطالع. طيب. وهتخدشه العملة النحاسية. العملة النحاسية تلاتة ونص. يبقى هو المعنى الرقم تلاتة. يبقى ما فيش غيره. كالسايت. انا بفكر معاك بصوت عالي عشان ما تدكش الاجابة وخلاص انت تجيبها بنفسك. خليني برضو افكركم. مش عارف قلتها لكم في فيديو قبل كده ولا لأ. طرق التفكير. عشان تحل اي سؤال في الدنيا طريقتين. في طريقة اسمها التفكير الاستقرائي. وفيه التفكير الاستنباضي. تفكير الاستقرائي يعني انت معلومة قارتها وحافظتها. كويس جدا. فاول ما هتشوف السؤال هتجاوب على طول. زي مثلا معدن من السليكات له بريك زجاجي ولا ينفصم. الكوارتز. انا عارفه. انا حافظ الكوارتز كويس جدا. وحافظ مجموعة السليكات كويس جدا. وحافظ كل حاجة كويس جدا. خلاص. تمام? ده اللي التفكير الاستقرائي. طيب التفكير الاستنباضي ان انا حاجة انا لسه معرفهاش بس هفكر واحدة واحدة لحد ما جيبه. ده مثلا ما يقول لك ايه معدن اللي تظهر فيه خاصية الانفصام. ولا ينخدش بلوح المخدش الخزا فيه. يبقى تمام? يعني احنا ما اتذكرش عندنا كده كده احنا عارفين ان الماس مالوش انفصام. الكوران ده مالوشن. لا ما يبقى خلاص يبقى ما فيش غير الكوارتز. هي دي طريقة التفكير الايه استنباضي. انا بحب اجيبها لكم مع بعض. وخلي بالكوا دايما الامتحان فيه كده وفيه كده عشان الطالب. لازم يكون مذاكر. فالطلبة كلها اللي حافظة ومذاكرة تجيب مسلا لحد تسعين في المية. العشرة في المية الزيادة دول دي معمولة ده بطالب من تفاوك بس. طالب الزكي بس. طيب. اه معدن يستخدم في الصناعات الزوجية وتميز بالمكسر المحاري ده الايه? ده الكورتز. معدن خد تأخذ عيناته الوان متعددة. ولكن اللي هو ايه مخداشه ابيض ولو مكسر محاري برضو هو كورتز. ستة. معدن عند سقوط الضوء عليه ينعكس منه اطوال موجية زيت لون اصفر سابت. عندك اتقال المعدن من معدن التي لا تتغير لو لها ولا تدخل فيها شوائب ولا تأثر عليها خالص. تمام? ما هو بس بيجيب هلك مش عايز يقول لك انه لونه اصفر. الهلك بحتة كده لفة كده. يقول لك عند زقوط الضوء عليه ينعكس منه اطوال موجية. طب ما ده اللون. يعني انت الجملة الطويلة العريضة دي هي اللون. كان ممكن تختصرها في اللون. تمام? مين ده بقى? طيب. ده الكابريت. الكابريت لونه اصفر ولا يتغير. بس? معدن عنصري يعني من يعني من معدن بس يتكون من عنصر واحد. لونه اصفر سابت. اهو زي ما قلتلكم برضو كابريت. معدن لونه اخضر. وتركيبه كيميائي. كربونات النحاس المائية. العقل كده احنا ما قلناش غير كربوناتين. احنا في الكربونات ما خلناش غير معدنين. الكالسايت والمالاكايت. الكالسايت ابيض. انما اللي اخضر يبقى مالاكايت. معدن مركب له لون سابت. مالاكايت. مركب قلنا ان فيه اكتر من ايه? اكتر من عنصر. كربونات. يعني سي او سري كده. اه كربون واكسوجين واكسوجين. ونحاس. كبر لا سيو. ومائية اتش تو او. كل دي. اه عناصر داخلة في تركيبه. عشان كده واسمه مركب. مش عنصري. معدن لونه اخضر استخدموا الفرعنا للزينة. ده اللي هو الايه? المالاكايت. معدن متأصل اخضر اللون. يعني ايه متأصل? متأصل يعني لونه لا يتغير. تمام? سابت يعني. كلمة متأصل ممكن تشلها وتحط سابت. برضو المالاكايت. تمانية. معدن تركيبه الكيميائي كابري تيد. الزينك. لسه ايله من شوية. السفلي رايت. ماشي. معدن اصفر اللون يتغير الى اللون البني عند احلال بعض زرات الحديد. نسبة قليلة محل زرات الزينك. هو السفلي رايت. لسه اشرح لكم برضو من شوية. تسعة. معدن يفرق الاشعة الضوئية الساقطة عليه. نتيجة انكسارها الى نونين احمر وما نفسجي. ده الماس. برضو عايز افكركم الراجل اللي بيشتغل في الالمازات والماس والحاجات دي واللي هيها لسيغ يعني. بتدس تلاقيه ايه? لابس عدسة كده لونها سويت في عينه. عاملة زي الناس اللي بيصلحوا الساعات. وماسك الماسة قدام عينه بالزبط واعمال يلفها يمين وشمال. ده بيعمل ايه? ده بيشوف خاصية عرض الالوان. لو اديته لون احمر وبنفسجي يبقى ده ماس اصلي. لو اديته اي لون تاني يبقى ده مش ماس. يبقى دي حاجة مخشوشة. فدي مزيفة. اللي بعده. معدن يستخدم في قطع المعادن والصخور ذات الصلاة العالية. ازا هو اقوى صلاة على كوكب الارض. ده اللي هو الماس برضو. ازا فكركم ان البريمة بتاعة البترول اللي بتحفر الارض. وبتكسر اي صخر مهما كان صلب. اللي هي الترس بتاع البريمة دي بيكون طرفه الاخير ماس. الغلاف الخارجي بتاعه كله معمول من الماس. معدن يتميز باللقلقة. خاصية اللقلقة وعين الهر. ده اللي هو القبال. معدن زو نسيج ليفي يتموج عنده سقوط الضوء عليه. فتظهر خاصية اللقلقة. ده القبال برضو. حداشر. معدن لهم فصام قاعدي. فصام قاعدي احنا اخدناه في حاجة واحدة بس اللي هو الجرافيت. طيب. معدن يتكون من عناصر واحد. ده انفصام قاعدي. برضو هو الجرافيت وبيتكون طبعا العنصر الواحد ده اللي هو الكربون. معدن له انفصام معيني. ودرجة صلاته تلاتة. البايرايت. لازم تكون حافظ مكراس محصر الصلاة ده. صمم. ويكون افضل لو كتبته على جنبه وبعدين بتريد تحل. معدن يتواجد على سطح الفالق ولهم انفصام معيني. آه ده بيربط بقى الباب الاول بالباب التاني. طيب. انا يا سيدي ما عرفش ايه انفصام معيني ده خالص. بس اللي عرفه ان لما كان بيحصل عند الفالق وبتخرج يعني يعني بيع المياه الحرة كان بيترصب هناك تلات حاجات. نحاس ومنجنيز وكالسايت. هيكون مين فيهم يعني اللي لهم انفصام معيني. الكالسايت. طيب. انا اسف معلش انا غلط في حاجة. آآ رقم اتناشر معدن لون في صام معيني. ودرجة صاراته تلاتة هي الكالسايت برضو. تمام? تلاتاشر. معدن له لون زهبي ومغداشه اسود. ده مين? ده بقى البايريت. ودي من اكبر الخدعة في التاريخ. ان انت تدص كان زماني يعني? وهما بينقبوا عن الدهب يلاقوا صخرة كبيرة دهبي كده حاجة وهم يعني. فالحل ايه ان هو كان على طول بيروح خدشها لو دلقى القلبها من جوا دهبي بقى خلاص ده دهب. لا اسود يبقى احنا اضحك علينا يا رجال. اربعتاشر. معدن مغداشه احمر. الهيماتايت. معدن عنده سكوت الدوق عليه يعنعكس منه طول موجي احمر. لونه احمر برضو. يعني هو لونه احمر. ومغداشه احمر هو الهيماتايت. معدن له خواص معنطسية. طيب انا ما عرفش في الخواص المعنطسية للمعدنين على وجه الارض. الهيماتايت والماجنيتايت. ولو استخدام في الطلاق وفي صناعة السيارات والسكة الحديدية. اه لا ده بقى الهيماتايت. الماجنيتايت بتعمل منه المغنطس بس. الماجنيتايت ده اللي هو المغنطس الطبيعي. معدن له مزاق ملحي اللي هو الهلايت. ستاشر. معدن مكسر ومحاري. يا حكتين ما يبقى 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 صوان يا اما كوارتز. كمي. استخدامه الانسان لعصر الحجري في صناعة السككين والحراب. اه لا ده الصوان. تمام? وانت من مجموعة السيليكات احنا احنا قلنا ان مجموعة السيليكات هي كل اللي موجود في سلسلة باون التفاعلية زائد الصوان. اللي هم اوليفين بايروكسين. امفيبول. اه فلزبار. ارسوكليز. مايكا. كل ده. كوارتز وصوان. سبعة عشر. معدن يمكن خدشه بلوح ماخداش خزفي. ولا يمكن خدشه بقطعة زجاج النافذة. طيب. بالعقل كده. يعني ايه? اه لوح ماخداش خزفي. مين المعدن اللي بيتصنع منه الخزف? الفلزبار. طيب. ومين المعدن اللي بتعمل منه زجاج النافذة? الكوارتز. طيب مين المعدن اللي ما بين الكوارتز والفلزبار في مكراس محصل الصلاة ده. تمام? معدن زو بريك فلزي ووزنه النوعي سبعة ونص. ده الجلينة. طيب اختر الاجابة الصحيحة. جميع مهالي من الخواص البصرية معدن الشفافية بصرية المختش بصرية البريك بصرية المكسر لأ دي تماسكية يبايا المكسر. جميع ما يالي من انواع البريك اللافلزي معدن. المعتم لافلزي. اللقلقي. لافلزي سواني بس كده. اه هو عايز هما كلهم لافلزي. هو عايز بقى الحاجة المختلفة. هو المعطي. اللقلقي والماسي والزجاي كل ده ايه? لافلزي. يتميز معدن الماس بان بريكه من النوع. الماس البريك بتاعه متسمي على اسمه. بريك ماسي. طب والبريك الماسي ده ما تحت اسم ايه? تحت مجموعة مين? مجموعة اللافلزي. بريك اللافلزي. معدن زيتة بريك ترابي. كولي نايت. من غير ما افكر. الجالينة فلزي. كالسايت زجاجي. الفلسبار لقلقي. ماشي. اكسر صفات المعادن وضوحا. الا انها قليلة الاهمية في التعرف على المعادن هي. هي اكتر حاجة واضحة بس المفروض ان احنا ما نعتمدش عليها. اللون. ليه? عشان اللون بيتغير. ممكن يدخل في شوائب. ممكن تتاكسد. ممكن الطبقة الخارجية حصل لها حاجة. بس. يتركب معدن الملاكايت من? مم. كابريتيد النحاس. دو. كربونات النحاس المائية. كربونات. مم. تفكر كده. كابريتيد النحاس. كابريتيد الزينك. ها. الملاكايت. انا ما عرفش الكربونات. مش علي في المنهج الكربونات غير حاجة ايه? 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 والملاكايت. يبقى ما فيش كربونات غيره يبقى هو انا حتى انا بكلمك حتى لو انا يا راجل ما عرفش اي حاجة. بس عندي معلومة ان ان الكربونات علي في المنهج اسمين فقط. كالسايت وملاكايت يبقى هو ده. كربونات النحاس المائية. سبعة. يعزى اللون الوردي لمعدن الكوارتز الى. اللون الوردي احنا قلنا ان هو بيكون فيه شوائب من المنجنيز. طب بالمرة بقى. كسر بعض الروابط بين زرات عناصره. لا ده بيكون لما بيكون انه بيكون اتعرض لاشعاع من عنصر مشاعر. طيب وجوع وجود فقاعات غازية ده اللي بيخليه لونه ابيض حليبي. طيب وجود شوائب من اكاسية الحديد لا ده اللي بيخلي لونه بنفسكي. يتركب معدن السفلي رايت من كابري تيد كابري تيد الزنك. قلنا لونه اصفر لكن لما بيدخل عليه شوائب من الحديد بتحل محله وبيبقى لونه بني. هم اهو السؤال اللي بعده يتغير لون معدن السفلي رايت من الاصفر الشفاف الى اللون بني بزياد عدد ايه? زرات الحديد. خد زرات الحديد. عشرة لتغير لون معدن البلور الصخري. بلور الصخري خلي بالك اللي هو الكوارتز وفيه حضرات قديمة كتير كنت بتعتبره جليد ونشر. تمام? او ان هي نجوم وقعت من السماء. حضارة اليونانية بيتهايالي هي اللي كانت فاكرة ان ده بلورات وقعت من السماء او النجوم وقعت من السماء او ان هو جليد وثبت على كده مش عايز ينصهر من كتر ما هو شفاف. ماشي. يتباير لون معدن البلور الصخري اللي هو كوارتز ايه لالبنفسيجي باضافة? اه هنا بقى اكاسيد الحديد. مش زرات الحديد. خد بالك من فرق. زرات الحديد اللي هي او 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 الحاجات اللي هي كده. انما زرات الحديد اللي هي بس. ما المعدن? ما من المعدن التي الوانها سابتة. الكوارتز اللي هو مش سابت. شفنا منه ميت لون. تمام? منه اكتر من الو. الكابريت اللي هو سابت طبعا. كابريتيني دي الزنك اللي هو السافل الرايت لأ ده بيتغير. يكون اصفر شفاف و لو دخل عليه حديد يبني. تمام. الاميسيسي الاميسيست اه نا. ده كوارتز بس اللي دخل عليها كسيد الحديد. لا ما ينفعش. يبقى هي الاجابة الكابريت. اللي بيقولونه اصفر سابت. اتناشر. معدن زو ما اخداش ابيض. الهيماطايت ما اخداشه احمر. البيرايت. هم? اخداشه مش علينا اسود بالتهاي. ليمونايت مش علينا برضو بس هو اصفر. هو في العادي بتاعه اصفر. المخداش الابيض هو الايه? الكورتز. اللي بينا. اللي بعده. احنا بيكون فون باي. تمام? مش. يتميز معدن القبال بانا. القبال. وارك فلزي مخداش مختلف. له خاصية اللقلقة. فكر كده معي. مخداش وهو ما اظهرش او ما اظهرش غير خاصية عن الهر. تبقى هتكون الايجابة ايه? اه? خاص له خاصية اللقلقة. تمام? يتميز معدن كزا بخاصية عن الهر. هو القبال برضو. جميع ما يلي من الخواص التماسوكية للمعدن. الانفصام تماسوكي. اه. اه. وعيز معدن. تمام? قابلية السحبة والطارك اه. السلدة اه. المخدش لا. المخدش من الصفات البصرية. لون البصرية. تتميز بعض الاحجار الكريمة بخاصية. طيب. الاول الاحجار الكريمة قلنا ان هي الاحجار اللي كانت بتستخدم في الستات بتتزين بيها. يعني بيتعمل بيها حلق خاتم عقد الكلام ده كله. فاكيد هتكون اهم خاصية عندها ان هو يكون صلاته عالية جدا عشان يعيش العمر كله. ويتورس الاحفادها واحفاد احفادها. تمام? وكمان يدينا الوان جميلة. فهو دايما هيكون ايه? ايه? اما اللي هو البريك وعرض الالوان. ايه دي اهم ثلاث خواص. الصلاة ده والبريك وعرض الالوان. طيب. يعني طبعا الاجابة في ستاشر عرض الالوان. تمام? سبعتاشر. تبلغ صلاتة معدن تلاتة. دي ما فيهاش زكاة. دي لازم تكون حافظها. تمنتاشر سؤال اولمبي. تبلغ صلاتة البلور الصخري اللي هو سبعة. طيب. تمنتاشر. طبعا لمقياس محسل الصلاة. تكون صلاة التوباز. كام? تمانية? انا هعفزها كده كورة. كورة كوران دم ماس. كده. عشرين. اي من المعادن التالية اكسر صلاة? تلك? لا ده رقم واحد. مارسوكليز. لأ. اه. فلورا. هم? فلورا. ده? هو كورتز بقى. طبعا انا بهزر معاكم انا انت باخد بالك. انت لازم اصلا تكون حافظهم صمع. هو كورتز لان كورتز رقم سبعة. تمام? ما تدقيقناش بقى ده يعني. واحد وعشرين. يمكن لمعدن الاباطايد ان ياخدش. يعني لازم يكون حاجة اقل من الاباطايد. انا لو معرفش حاجة. اكيد يعني. هقول التالك. لان التالك رقم واحد. اتنين وعشرين. انا يعني لو معرفش مين الاباطايد اصلا يعني. تمام. وعشرين. ياخدش معدن التوباز جميع المعادن التالية معدن. كده بقى لان لازم ما بعرف الارقام احنا قلنا الارقناة بتقول ايه? كورتز كوران دماز. ماشي. يعني كورتز سبعة توباز تمانية جبس اتنين. كورتز سبعة تلاتة. هو كوران دم كوران دم هو الوحيد اللي اقوى اللي هو طبعا تمانية. اه صور اللي هو تسعة. فاعلى من التوباز اللي هو تمانية. اي من العبارات الاياتية. هم? تاتة وعشرين اه هي صحيح. اي من العبارات التالية صحيح. فلورايت ياخدش الجبس. هم? ياخدش فلورايت. اه. انا اسمع الاخر. تلك ياخدس. يعني دي ما تنفعش. ما ينفعش تلك ياخدش اي حاجة يا جماعة. تلك اخر اتنين دول ما يعني غير منطقية. انا نفكر تاني. الكلسايت ياخدش فلورايت. اه ازاي? الكلسايت تلاتة. تلك جبس كالسايت. لا. فلورايت ياخدش جبس. صح? اربعة عشرين. ازا لم ياخدش المعدن. الا ما ماخدش خزفين. اه. يعني احنا بنتكلم ان ما فيش حاجة غير الفلس بار هي اللي تاخدشه. هزا يدل على ان صلاواته تساوي تقريبا كامل. افكر فيها كده. ايه الاجابة خمسة ونص. صلادة العملة النحسية. العملة النحسية. اه تلاتة ونص. صلادة زفر الانسان اتنين ونص. تمام? تقع بين صلادة. اه كل من. اتنين ونص دي يعني تقع بين تلاتة اللي هو الواتنين. اتنين اللي هو الجبس وتلاتة اللي هو الكلسايت يبقى الاجابة الاخيرة. سبعة عشرين. السالس في موقع يسمح صح ماشي ايه انا عايز مني ايه? الجبس ياخدش بصفر الانسان. عشان هو اتنين وزفر الانسان اتنين. وزفر الانسان اتنين ونص. الماس. يا عم عادي يقول لا ياخدشوا اي حاجة. ايه ده في ايه? ما الصفة التي تكمل الجدوان الاتي? من الاحجار الكريمة غالية السمن. حلوة الجملة دي. ماشي? له بارك ماسي. حلوة برضو. ماشي. تنفع برضو. اشد المعادن الصلاة ده. ايه عما تنفع يا كمان. له خاصية عرض الالوان. طب التلاتة ينفعه. في ايه? ايه السؤال ده? طب تعالوا نفكر فيها تاني. سالس. لأ بص هو هنا بيتكلم في مكاس محصر الصلاة. يعني هو بيقرن من التلاتة من حيث الصلاة ده. ده انا كمان لما اتكلم عن ما يسأقول صلاته. بس حقيقة اقول اشد المعادن صلاة. لكن لو كان بيتكلم مسلا في في وقال لك ان هو ليه بارك زوكاجي كنت ساعتها اقول ان ده كمان ليه بارك ماسي. لو كنت اقول استخدام ديبسي واستخدم في في البناء. كنت ساعتها اقول ان الحجر الكريمة غالية الزمن كده. تمام? تمانية وعشرين. جميع المعادن التالية تظهر فيها خاصية الانفصام. مع ده. الكوارتس. اه انا عايز بس اقول لكم المايكة دي انت ممكن تشوفها كده انها شرايح كده. بتبقى بينا جدا ومن اشهر المعادن اللي بتظهر فيها خاصية الايه? الانفصام الصفائحي. بتشوف في اللي انا شفتها في الجبل لما كنا منطلع رحلات كنت في رحلة لابرواش. آآ عرق المايكة تبقى شايفه بالجبل كده انفصامه واضح جدا يعني ممكن لو دقيت عليه بايدك كده او بحاجة صلبة شوية بتلاقي انفصام على طول. طيب. الانفصام في معادن الهلايت من النوع الانفصام بيعتمد على ايه? يعتمد على الفصيلة البلورية. الهلايت مكعب. خلاص. يبقى انفصام مكعبي. تلاتين. معنى مركب له باريك فلزي. ماشي. باريك الفلزي احنا قلنا ذهب وجالين. ماشي. ويتميز بالانفصام مكعبي. آآ. ريفته. وينتمي لمجموعة ايه? وانا عريفته بخلاص? اقول ولا مقولش? الكابريتي دات. اللي هو طبعا البايرايت. اللي هو شايفة للدهب بالظبط. آآ يتميز معادن الكوارتز بمكسر. محاري. تتميز غالبية المعادن في الطبيعة بمكسر ايه? مسنن. يتميز الصوان بمكسر محاري برضو. شبه اللي ايه? شبه الكوارتز. وخلا بقى الصوان الكوارتز شبه بعض جدا في التركيب الكيميائي. ولكن الفرق ان الصوان جاي من اصل رسوبي والكوارتز جاي من اصل الناري. مستوى لونه اسود والكوارتز لونه ايه شفاف او لو بتدخل فيه الشوائف بيبقى الالوان اللي احنا عرفنا دي كلها. كل مما ياتي من المبايزات معدن الجالينة ما عادة. اه رقم. الجالينة. اوزن النوع النوع سبعة ونصف دي حقيقة فهم. له بريك فليس دي. اه دي حقيقة. لسه مجاوبينها في السؤال الفوق. من الكابريتيدات برضو لسه مجاوبينها في السؤال الفوق. انفصام معيني? مم لا. دي غلط. عند الترك على الكوارتز فانه? لا ما ينفصمش. ينكسر موسنن? لا برضو. هو ينكسر بمكسر محاري. ستة وتلاتين سؤال اولمبي نركز بقى مع بعض. ينتمي المعدن الذي يوزنه النوعي سبعة ونصف اللي هو الجالينة الى مجموعة الكابريتيدات. عايز اقولكم ان الواحد حفز من كتر ايه? الاسئلة لان بيعيد ويزيد في نفس الكلام. بس اسئلة هي بشكل مختلف. لو انت مش متعود عليها مش متدرب كويس هتقعد تفكر كتير في الامتحان والضايع وقت. معدن نوازن النوعي تلات سعتاشر وتلاتة من عشرة. هم? طبعا انتمي الى طبعا احنا عارفين هو مين? هو الذهب. الذهب ده سيليكات لا اهه عناصر منفردة. طيب. تمانية وتلاتين. يمكن الحصول على فلز الزنك من? مين بقى اللي قلنا فيه الزنك? هم? ساني اكسيد السيليكون. طبعا ان هو الحديد. اللي هو كاربونات السوديوم. اه كولوريد السوديوم. السافري رايت هو اللي ايه? اه كابليتيدي السينك. طيب. سوق عشان ايه? انا بصراحة ما راحبش هحل التوصيل تاها بالصوت كده. خد سكرينشوت. نحلها بقى مع نفسك. ماشي. خد سكرينشوت تاني انا. تمام. وانا جاوبت نفس كل اسئلة دي في اللي فات. خلي بالك ان انا انا ما فيش حاجة دي ده. ماشي. برضو خد سكرينشوت هنا. طيب الناس اللي طبعا على الموبايل بتاخذ سكرينشوت لو حد بيتفرج على اللاب في عندك زرار اسمه برينت سكرين بقول برضو عشان لو حد مش عارف فيه. تمام? هم? ده كله في كاس محصر السرطة. تمام? ماشي. علل. واو. هي بين انو علل. واحد. بعض المعادن. تأخذ مظهر الفلزات. هم? ليه? طيب. بنروحة كده. امتى بنقول عن معدن ده فلزي خاصية واحدة بس هي خاصية ايه? البريق. بيقولك بريق فلزي ولا فلزي. طيب يبقى ايجابة تكون? لان هذه المعادن تعكس الضوء الساكت عليه بدرجة كبيرة فتبدو لامعة او ساطعة. يعني بالزبط انت قلت تعريف البريق الفلزي. اتنين. احيانا ما تتعدد الوان معدن واحدة. طبعا. ليه? لان بيحصل تغيير في التركيب الكيميائي نتيجة احتواءه على النسبة من الشوائب. او تعرضه مثلا للاجسادة او العوامل الجوية. وهتروح قيل بقى طبعا من امثلة الكوارتز. اللي بيبقى لونه وردي لو فيه شوائب من المانجانيز. اللي بيبقى وبعد كده ممكن بيبقى لونه بنفسجي وبيبقى اسمه لو فيه شوائب من الكسيد الحديد. كمان ممكن يبقى لونه ابيض حليبي لو فيه فقعات غاز. من البخار الماء يعني تمام? ممكن يبقى لونه رمادي لو كان فيه اه لو تعرض للكسر الروابط بسبب تعرضه الاشعة من من العناصر المشعة تمام? وان هو لو ما فيش اي حاجة بالكلام ده كله بيكون ايه? شفاف. رقم تلاتة. لا يمكن الاعتماد على خاصية اللون وحدها. نتعرف على المعدن. طبعا لان دي خاصية خادعة جدا. ممكن جدا اللون يتغير نتيجة ان هو اتعرض للشوائب. اسناء تكوينه تدخلت فيها شوائب وغيرت اللون. طيب. لون المعدن ليس شرطا في التعرف عليه. اكيد. لسه نفس الاجابة. خاصية اللون قليلة الاهمية في التعرف على المعدن. طبعا. لسه برضو يا جماعة ايجين نفس الاجابة. خاصية بقى الاهم منه هي المخدش. اللي تقرأ تقدر تفرق لك اللون الاصلي انه اللون الخارجي اللي ممكن يكون ايه يخدعك. اربعة. قطل تغير لون السفلرايت من الاصفر البني. طبعا نقول نتيجة ايه? هو الشوائب من الحديد من ازارات الحديد. فتحل محل لايه? الزنك. اه وجود السفلرايت زي اللون الاصفر الشفاف باللون البني. احنا نقول انه نفس الاجابة. يختلف لون المعدن عن ضريقه. طبعا لان انت لون المعدن ده ايه? قدرة المعدن على آآ آآ اسمها ايه? انعكاس. اللي اسمها ايه? الاطوال الطول اللي موجي سانية اتركز كده شوية. طيب. الاول البريق هو قدرة المعدن على عكس الضوء الساكت عليه. الضوء زي ما هو. انما اللون هو قدرة معدن على عكس الطول الموجي للضوء الساكت عليه. كلمة الطول الموجي دي تحول لك على طول من بريق اللون. اللون هي اللي فيها طول موجي. البريق فيها الضوء على بعضه بس ما فياش طموز. طيب. ستة. معدن القبال خاصية عين الهر اول لا لا. حاضر. معدن القبال خاصية عين الهر اول لا لا. نقول ايه? لان القبال آآ لي مريق زو نسيج الاليفي يتموج باختلاف اتجاه النظر اليه. طيب. خلق اللي بعده. سبعة. يمكن الاعتماد بدرجة كبيرة على خاصية المخدش. التفرقة من المعادن. طبعا لانها لا تتغير. لانها بتجيب لك اللون الاصلي. وتقول بقى ان المخدش هو لون مسحوق المعدن عندها خدشو بقطعة من الخزف. على قطعة من الخزف الغير مسكول. المخدش صفة يمكن الاعتماد عليها في التعرف على المعدن لانها هي هي نفس اللي كان. اللون بتاع المخدش لا يتغير ابدا مهما كان في شوائب مهما كان في اي حاجة في الدنيا. نعتمد على روح المخدش الخزفي في التعرف على مخدش اغلب المعادن. ولا نعتمد على العملة النحاسية. ليه الكلام ده كله? لان المخدش الخزفي ده في الاسبار صلاته ستة ونص فياخدش اغلب المعادن الشائع. انما العملة النحاسية تلاتة ونص والاصفر الانسان اتنين ونص. طيب. تسعة. يعتبر المخدش اهم من اللون الخارج. ايه يا جديد عم احنا قولنا ايه. كلام. نفس الاجابة ايه هي. المخدش هو اللون الذي لا يتغير وان احنا مهما يحصل مش هيتغير وهو اللون الاصلي المعادن. عشرة. لا تنخدش الاحجار الكريمة بسغولة. لان دايما الاحجار الكريمة بتكون صلاتتها. فوق السبعة ونص. طبيعي. يعني مش عايزة تشتري عقدة عشان يتكسر منها. لازم تكون فيه ماس يعيش للاجيال واجيال. اوما هو المجوهرات الفرعونية عايشة لحد الوقت ازاي? حداشر. تستخدم خاصية الصلاة ده بالتمييز بين الاحجار الكريمة الطبيعية وبين الاحجار الزينة المكلدة. طبعا لان قلنا ان الصلاة الاحجار الكريمة صلاتتها اكتر من سبعة ونص وبتتكسرش ابدا. لانما الاحجار المكلدة بتكون اقل من ستة. يستخدم معدل ماس في تقطيع معدن الصلبة لان صلاته لان هو ليه اقوى صلاتة وصلاته على مركز موصل الصلاتة عشرة. يستخدم معدن الماس. يقطع معدن نفس الايجابة. يستخدم الرمل اللي هو الكوارتز يعني بدلا من الجبس في صناعة ورق الصنفرة. ليه بقى? لان الجبس صلاته اتنين. انما الكوارتز صلاته سبعة. فهو اللي هيقدر يسنفر المعادن والحيطة والخشب وكل حاجة. ياخدش الكوارتز معدل التلك لان الكوارتز صلاته سبعة والتلك صلاته واحد. يمكن استخدام الكوارتز في التمييز بين الاحجار الكريمة والمكلدة. طبعا. لان الاحجار الكريمة بتكون اكتر من سبعة ونص. يعني ايه? الكوارتز ماقدرش يختشف. انما المكلدة هتكون صلاتتها ستة. او اقل من ستة. فوق كوارتز يقدر ياخدشها لانه هو سبعة. يمكن تعيين صلاتة المعادن على الرغم من وجود اقلام الصلاتة. من عدم وجود اقلام الصلاتة. طيب خلينا بس افهمكم يعني اقلام الصلاتة. الراجل الجيولوجي بيبقى معاه كده اه علبة الام كده فيها عشر اقلام. خلاص? كل الام السن بتاعه اول واحد مكتوب عليه رقم واحد السن بتاعه تلك. تاني جبس. تالت كزا. رابع كزا. خامس كزا. حد ما يوصل بقى الالم رقم عشرة اللي هو الماس. تمام? دي بتبقى اسمع اقلام الصلاتة. فيجيلوا حتة معدن كده هو مش عارف ايه دي. فيروح مجرب رقم واحد. شوف مين اللي اتخدش? المعدن? غير معروف ده? ولا الالم? الالم هو الاتخدش? لأ شكرا يبدأ ايه? اه اقوى من التلك. يروح مطلع على الالم رقم اتنين. الجبس يخدشه ويشوف مين فيه من الاتخدش? ويفضل بالطريقة دي لحد ما يوصل لالم هو اللي يخدش المعدن. ونفرد مسلا هو ايه? آآ الالم اللي خدش المعدن ده? اي رقم ادرب اي رقم مسلا. آآ رقم ستة او رقم سبعة. سبعة هو الكوارتز مسلا. الكوارتز هو اللي خدش المعدن. اذا يبقى هو اقل من ايه? من سبعة واكتر من ستة. فقولك ان هو صلاته ما بين الرقمين دول. طب. لو انا بقى يا راجل ما عنديش اقلام الصلاتة اعمل ايه? اعمل حاجات كتير. هجرب الاول بزفري. بزفر الانسان. صلاته اتنين ونص. لو زفري هو اللي قصر. يبقى المعدن اكبر من كده يعني. تمام? لو استخدمت قطعة معدنية تلاتة ونص. لو القطعة المعدنية هي اللي اتخدشت والمعدن سليم يبقى هو اكتر من تلاتة ونص. هستخدم قطعة الخزافية. ستة ونص كزا. تمام? انا ايه? هستخدم حاجات تانية. غير اقلام الصلاة ده. يتميز معدن البايرايد باكسر من خاصية فيزيائية. طيب يبقى هنقول بقى كل ما نعرفه عن البايرايد. اول حاجة البايرايد بتاعه فيلزي. بعدين اللون دهبي. والمخدش اسود. بعض المعدن شفافة وبعضها معتم. هم? يبقى نقول بان الشفافية اصلا هي قدرة المعدن على انفذ الضوء. معادن الشفافة طرى من خلالها الصورة. الرؤية واضح. انما المعدن المعتم هو الذي لا ينفذ الضوء ولا يطرى من خلاله اولا معدن. فسر ما يأتي. لا يكتفي الجيولوجي بالخواص الظاهرة فقط في التعرف على المعدن. طبيعي. هو لو اعتمد على اللون. اللون ممكن يخدعه. ممكن يكون هو شايفه بم باة مثلا وردي بس هو في الحقيقة هو مش وردي. هو كورتس بس عليه بتاع عليه مانجانيس. فاحنا عشان كده بنحتاج نحن نستخدم الخواص التانية اللي هي زي ايه مسلا زي الصلاة ده. زي الانفصام. زي المكسر. كل الصفات دي جنب بعض. مش الصفات البصرية بس هي هي. كلمة الصفات الظاهرة اصدر الصفات البصرية. البريكة والبتاع مش عارفين. ده ما احنا كمان بنستخدم الصفات التانية. الخواص التانية. البريكة اللي في لزي انواع متعددة. مم. ليه? ان احنا عندنا مسلا عندك البريكة الججاجي زي الكورتس. البريك اللقلقي زي الفلسبار. البريكة الماسي زي الماس. في كمان البريكة الترابي او اللي هو الارضي زي كولينايت. يوصف البريكة للمعدن بما يشبه شابهه اوه. اه نفس الاجابة اوه. ايه لو عايز تبص على السؤال تاني. رقم تلاتة. تغير لون الكورتس من شفاف الى وردي. النتيجة اه انه احتواءه على شوائب من المنجنيس. يتميز معدن الماس عن غيره من المعدن اكثر من خاصية طبعية. طبعا. هنقول بقى ساعتها ايه? ان صلاته اه عشرة. وبريكه وماسي. ولونه شفاف. ليه خاصية عرض الالوان بفرق الضوء على الاحمر وبنفسجي. كده. كل ما تعرفه عن الماس يعني. خمسة. لوح المخدش الخاسف هي يستخدم فيه تعيين خاصية بصرية واخرى تماسوكية. طيب. الخاصية البصرية اللي هي اللي ايه? المخدش. تمام? والخاصية التماسوكية اللي هي ايه? الصلاة ده. طيب. يتميز معدن الاميسيست باكسر من خاصية فيزيائية. او مش عايز يقول لك الكورتس. بيصيع يعني. طبعا. لو كلمنا مسلا في خاصية الخواص التماسوكية. هنقول ان هو مالوش انفصام بس ليه ما اكسر بحاري. لو كلمنا في الخواص البصرية هنقول ان احنا عارفين الباريك بتاعه زجاجي. واللون بتاعه الوان متعددة. لأ بص بقى التعريفات دي خدها لان هي عليك يعني الباريك. هي كدرة المعدن على اكس الضوء الساكت عليه. ايش هي هي كدرة المعدن على انفاز الضوء. البرور الصخري اللي هو الكورتس. المغدش هو للمسحوق المعدن. خاصية تلاعب الالوان هي كدرة المعدن على انفاز الضوء الساكت عليه الى الوان متعددة. طيب. اه عندها مرور وحاول عندها تحريك المعدن امام عين الانسان. مكاس محسر الصلاة. او مكاس يا يقيس كدرة المعدن على مقامة الخدش. الصلاة هي كدرة المعدن على مقامة الخاصة الشيء. اه الاحجار الكريم هي الاحجار في حاجة تتهير كده عشان طميم. الانفصام اه هو قدرة المعدن على الانفصام اللي هو على طول مستويات عند الضغط عليه على طول مستويات الضعف. المكسر هو الشكل الناتج عندك الضغط على المعدن فيه غير اتجاه مستويات الضعف. اللي هو غير مستوي الانفصام يعني. سيد السحب والطارك هو آآ سهولة تحويل تشكيل المعدن وصنعت منه ركائق وشرائح واسلاك. الوز النوعي. هو النسبة بين كتلة المعدن ولا كتلة نفس الحجم من الماء. ماشي. ما النتاج المترتبة على? تعرض معدن لطاقة اشعاعية. نتيجة انه يحصل فيه كسر الروابط ويمتج عندك كوارتز لونه رمادي. كسر بعض الروابط بين زرات ما هي نفس الاجابة. نتعلك كوارتز رمادي. اتنين. احتواء الكوارتز على شوائب المانجنيز. الدي كوارتز وردي. احتواء. كوارتز على شوائب من اكاسيد الحديد. الدي هنا كوارتز بنفسجي. احتواء الكوارتز على شوائب من فقعات غزية. دي هنا كوارتز ابيض حديد. خمسة. زيادة الحديد بنسبة الماء في السفر يتحول لونه من الاصفر الشفاف الى البني. احلال بعض الزرات هي هي هتحول الى المعدن البني. تمام? ستة اسواة. ستة. سكوت الضوء على معدن الجانينة. ادينا طبعا. باريك في لزي. سبعة تحريك معدن المس امام العين. هي يظهر لك الضوء على احمر وبقى نفسجي. تمام? بنكتب خدنا بالنا من الاسئلة خلاص? تبقى افقى الصورة وبقى ان البرحة. تمام? سقط شوائع الضوء على معدن المس ينفاصل ايه نوع دينا لونين لون احمر وبقى نفسجي. تسعة تحريك معدن قبالة مام عين الانسان? اه يظهر بقى ايه? يتموج باريك المعدن زون نسيج اللي فيه. باختلاف اتجاه النظر اللي هي خصية اللقلقة او عين الهر. او بس خلينا فكرين يعني ايه اللقلقة او عين الهر او الحيطة اللي سمتالة دي. يعني لو انا واقف هنا هشوف القبال ازرق. لو انت واقف على مين هتشوف القبال الاحمر. اللي هو واقف وراء هتشوفه اخضر. ولو هو واقف على الشمال هتشوفه بنافق. كل واحد فينا شايفه بلون شكل. كل ما تغير باتجاهك تشوفه بلون اختلف تماما. عشرة. احتكاك قطعتين من التالك والجبس. الجبس ياخدش التالك. حداشر. حك معدن للباي رايت. وقطعة غزف غير مسكول. هي لوح المخدش. ايه اللي يحصل? يطلع لك اللون اللي جوه اللي هو اللون مسحوق اللي هو من جوه لونه سويت. عيني لونه مضردهبي. ماشي. حك قطعتين من المعدن والكوارتز. الكوارتز ياخدش الفلورايت. حك قطعتين من المعدن التوباز والكبس. التوباز ياخدش الجبس. حك قطعتين من معدن الكوارتز الرمادي والكوراندم او يبقى الكوراندم ياخدش الكوارتز الرمادي بس يبديك مسحوق ابيض. خدش قطعة من الكوارتز زوار دي وقطعة من الكوارتز البني وقطعة من الكوارتز الرمادي اه يعني هيزهرش في كل احوال مسحوق ابيض برضو. اي 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 اي. وانا مقصدش اخدشهم في بعض ولا وخدشهم في بعض مش هحصل حاجة. وخدش دي وخدش دي وخدش دي وخدش دي. ستاشر. اه بص بص هي فرق في السؤال. حك القطعتين يعني جاب القطعتين وحك قطعتش حكهم في بعض. انما خدش دي يعني هو مسك لوح المقدش وخدش ده وخدش ده وخدش ده. طيب رقم ستاشر. حق قطعتين احدهم من معدن الابتايت. مهم? هنقول ان ياخدش الابتايت. اه ياخدش معدن الابتايت اللازي صالاته ستة معدل الابتايت اللازي صالاته خمسة. مين ليك سابعني? الابتايت او اللي ياخدش. بايش? سبعتاشر. حق قطعة من معدن. تركيبه الكيميائي. كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم. كالسيت يعني. مع قطعة من معدن تركيبه الكيميائي. كابريتات الكالسيوم المائية. كابريتات الكالسيوم المائية ده اللي هو الجبس. مناه. مناه في الفيديو بتاع الجبس والانهايدرايد. تمام? يبقى ايه اللي يحصل? الكالسيت هو اللي يكسب. حك قطعة هي مع طايد رمادية. هيتلعلك مسحوق احمر. حك قطعة حك احجار الزينة المصنوعة من اكاسيد الالومونيوم. اكاسيد الالومونيوم هي غالبا. طيب هنقول ياخدش لوح المخدش الذي صلاته ستة ونص احجار الزينة المصنوعة من اكاسيد الالومونيوم لان صلاتتها اقل من ستة. طيب. عشرين. خدش قطعة من الاميسيست ماش اللي هو الحديد يعني الكوارتز اللي فيه اكاسيد حديد بقطعة من البلور الصخري. يعني هبني اللي اتنين كوارتز. هنقول الاميسيست والبلور الصخري صورتين مختلفتين لمعدن الكوارتز. ليز عند خدش هما هيكون لون مسحوق ابيض في كلاي هما. وهو لون المخدش موايز للاتنين. تعرض معدن الجالينة للكسر او الضغط. هيطلع لك انفصام مكعبي. بس في اكسر من اتجاه. يعني من انفصام اللي هو من اكسر من اتجاه لون انفصام مكعبي. من وعشرين. تعرض معدن المايكة للكسر. ده بقى هيدينا تشكك ايه? ركائك او صفائحي. صفائحي. اتجاه واحد. آآ الطرق على معدن النحاس يتشكل في رقائك واسلاك لانه هو عنده قابلية السحب والطرق. ونسع لأسيلة براحتك. لو بس ما بحبش انزلها على صفحتي على الفيسبوك عشان ما تشو بقى يقول لك آآ يسرق الكتاب وبيهكر علينا وبيعمل حاجة اللي ايه كده يعني. حقول ملكية بقى بكلامة كثيرة. ماشي? كارن بين. لا دي تعريفات وانت هتكتبها. المخدش والمكسر. انفصام والمكسر. كل ده انت هتكتبه طبعا لان دي تعريفات. اتعارفين طبعا انها بتعف في الاخر وبحب اتكاروتكو. ماشي? اكتب نبزة مختصرة عن ايه برضو دي شرح يعني هتكتبه. كلها تعريفات. ماشي? حبي ااخد هنا الاول. تمام? هنا? عايزي اكتب قوي نقل. طيب اسئلة بقى متنوعة. ودي الحتة اللي انا بحبها. عارف ليه? عشان هتلاقي الاجابات ورا كلها بتقول لك اجب بنفسك. تماما? يلا واحد. تكلم عن الخواص البصرية للمعادن وكيفية استخدامها في التعرف على المعادن. هتقول اللون والامثلة عليه. وتقول المخدش والامثلة عليه. طبعا تقول التعريف وامثلة. وتقول البريق وامثلة عليه. كل الخواص البصرية. لون ومخدش وبريق. تمام? اتنين. اذكر امثلة للبريق حسب درجة انعكاس الدقل الساقط عليه. هتقول الفلزي واللافلزي. والفلزي اللي هو زي الدهب والجالينة والبايرايت. وهتقول اللافلزي بقى اللي هو الماسي زي الماس. الزجاجي زي الكوارتز. اللقلقي زي الفلزبار. اه 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 فاضل واحد. اه الترابي اللي هو كاولينايت. اقول امثلة دايما. هل يعتبر لون المعدن من الخواص المميزة للاسية المعدن? اه طبعا يعني من الخواص المهمة جدا ولكن هي ممكن تكون خادعة لان ممكن يحصل. اه ان تدخل شوائب فاتغير اللون خالص وتقول بقى طبعا الكوارتز اللي انا لحد الوقت يقالها ربعتاشر مرة ونقولها خمستاشر يا عام عشان خطر يعنيك ما فيش اي مشكلة. الكوارتز لما يكون نقي يكون شفال. لكن لو دخل عليه شوائب من احتواء ويعني على شوائب من المنجنيز يدينا كوارتز لونوار دي. دخل فيه شوائب من اكاسيد الحديد. انا بقول له اكاسيد الحديد مش زرات حديد. زرات الحديد في الصفر الرأي. انا بدلوقتي اكاسيد الحديد. هتدينا معدن اسمه اللي هو كوارتز لونو نفسيجي. لو في فقوات غير زي بالون وبيض حريبي لو في لو تعرض لو انصر مشاعر كسرت الروابط هيبقى لونو كوارتز غيبقى لونو رمادي. اربعة. لون المعدن هي هو اكسر صفاته ضوحا الا انه صفة قليلة الامية لنفسي الاجابة بالزبط. يعني احنا ما قلناش حاجة. طيب. خمسة. يعتبر المخدش خاصية هامة للتعرف على المعدن. تسر. هتروح بقى اي الامثلة المشهورة هتقول مسلا عندك اليماطايد المفروض ان هو بيبقى لونو احمر او رمادي ولكن المخدش بتاعه دايما احمر. هتقول تعريف المخدش ان هو لونو مسحوق للمعدن وهتقول ان هو اهم حاجة ان هو ما بيتغيرش ابدا. تلون سابت. تمام? كمان هتروح بكل الوانه ولكن مخدشه كله ايه? واحد اعملها في جدول. هيبقى المخدش بتاعه ابيض. وطبعا ايه? اللي هو دها دي ولكن المخدش بتاعه اسود. ستة. لهم بيه? لديك قطعة خسف غير مسكولة. ايه ما انت عايز زيان. وضح كيف تستفيد منها في الحقل الجيولوجي. ايه اعمل لك ايه. هاي? ماشي? خلاص? بان انا قطعة اللي خسف غير مسكولة هتصرف. هاخدش بيها المعدن. ايه كده كده سلطيتها ستة ونص. المعدن اللي هيتخدش هيبقى اقل من ستة ونص ويبقى ما نعتبرش خالص من الحجر الكريمة. لو هيكون اصلا هيكون ساعة ايه. اه. حد من الاربعة دول. سبعة تمانية تسعة عشر اهو. ما صلاطة المعدن? هي مقوامة المعدن? هي قدرة المعدن على مقوامة الخدش. اسكر بعد الامسنة. طبعا تقول لو كاس محسن الصلاة ده كله خلاص. من واحد لعشرة او اكتب المعدن. اشرح كيف يمكن تعيين صلاة ده المعدن. معلش بس انا عايز اقول لكم على حاجة. احيانا في ناس بتسأل اسئلة غريبة شوية اللي هو ايه? يعني يا مصدر اكتب اه محسن الصلاة كله ولا اكتب كام واحدة منه بس? طبعا انا بابا اعايز اقول له انت عايز تروح بيهم ليه? اتقعد في الامتحان. حفظت العشرة. اكتب العشرة يا حبيب. يعني عايز تحافز على تلاتة اربعة ليه? وفروح بيهم. لا 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 لا. اكتب اكتب. اكتب بالزيادة. تمام? اه. اشرح كيف يمكن تعيين صلاة المعدن. بتقول بقى ايه? اسكر طليقة اه اسكر طليقة. اه اسكر طليقة. اه اللي تعيين الصلاة. هتقول لاما بنستخدم مقاس موصل الصلاة. باكلام الصلاة. اللي هي كل هيتجيب لك الرقم بالزبط ما بين كام وكام. او بالطريقة بقى التانية اللي بنستخدم الازفر. اتنين ونص. القطعة المعدنية تلاتة ونص. قطعة الخزف ستة ونص. اسكر مقاس موصل الصلاة طب خلاص ماشي. لماذا توصف بعض الاحجار الزينة بقى انها احجار كريمة. لان صلاة ديتها اكتر من سبعة. اكتر من سبعة ونص. وايه تاني? وان لها بقى صفات متعددة. زي ان هي بتبقى لها بريق ولا لا. وقصدي وخاصية عبدالوان. ما الفرق بين الاحجار الزينة الطبيعية والصناعية? طبعا لان احجار الزينة الطبيعية بتبقى صادفها عالية جدا. لما الصناعية طبعا بتبقى ايه? اقل من ستة المزيفة. الطبيعية اكتر من سبعة ونص والصناعية بتبقى اقل من ستة. نسكر بعض الخواص التماسكية المعدن? هتقول بقى الانفصام المكسر. القدرة على السحب والطرق. هوية تانية? والصلاة. اتناشر. معدن درجة صلاة وتلاتة. اهنا مسهل. اه? اجب على الاتي. تهرف على المعدن. اكتب التركيب الكيميائي. فربونات الكالسيا. اكتب استخداما له في دوق ما درست. اه صناعات لاسمنت. اكتب مثال لصخرة يدخل فيه. الحجر الجيري. او الرخام. نحن بس هتعرفوها في الباب الكالسة ان شاء الله في السخور المتحولة. اه الحجر الجيري بيبقى الرسوبي. الرخام بيبقى نفس المعدن بس لو. اه نفس الصخر بس لما بيكون ايه? متحول. اصرت على معدن من مجموعة الكاربونات. اه يعني يا كالسايت يا ملاكايت. اه عايز ايه? على مستوى الفالق. خلاص يبقى كالسايت. تكري على الله. اكتب الخواص الفيزيائية لعيزة المعدن. بريكو زجاج ياسيدي. عسكة تانية. انفسها معيني لأوجه. بس. اربعتاشر. لذلك عينتين من معدن. تلك وكالسايت. ولا توجد لذلك اه جهزة للتمييز بينهما. تعرف من اين? بسيطة يعني. اغلشهم في بعض واني يكسب بيبقى كالسايت. تمام? ميش? ايو عايز كمان يعرف باللون. اه اللون نصله شبه بعضه قوي. الاتنين تقريبا لون هم ابيض. بس تلك بيبقى شفاف شوية. ابيض فاتح شوية او شفاف شوية. اه هو بيقول لك اختار الصلادة ولا اللون? لا ايها الصلادة طبعا. ايها الصلادة طبعا. ياخدشهم في الابيض. تمام? كيف تفرج بينهما? دون استخدام ادوات. برضو بالصلادة. اخبطهم في بعض واللي يكسب بيبقى كورتز. كورتز سبعة والجبس اتنين. كيف يمكن التفريق بسرعة بين الكالسايت والكورتز? الشفافين. اه هحقهم في بعض واللي يكسب بيبقى كورتز. لان الكورتز سبعة والكالسايت تلاتة. لديك عينات من الكورتز والماس والجبس والتباز والتلك. كيف تتعرف على كل من هما بتمكن استخدام ادوات? طيب. اللي هيخدش هم كلهم هيكون الماس. اللي هيكسب على طول ده هيكون الماس. تمام? واللي هيخسر على طول هيكون التلك. كده يبقى انا اخلصت من الاتنين دول. فاضلي مين? فاضلي الكورتز والكبس والتباز. هعمل نفس الكلام. التباز اللي هيكسب اللي هيخدش الكورتز الاتنين التانين يبقى تباز. واللي هيخسر في الحالتين هيبقى جبس. يبقى كده ما فاضلش غير الكورتز. بس التلك واحد والكورتز السبعة والمس عشرة والجبس اتنين. والتباز. اه تباز كوروندر ماذا? يبقى تمانية. يعني الجيولوجيا بتبقى فيها زكاء شوية كده. لذاك عينة من معدن الجبس واخرى من معدن. خلاص بقى يا اخوانا. كيف التماس بينهم ايوة بطريقتين مختلفتين بدون اجهزة. طريقة الاولنية الصلاة ده. ايه اخباطهم في بعض والليكسة باكالسايت. لان تلاتة والجبس اتنين. اه تعالى بقى نفكر في طريقة تانية. باريكو اه جوجاجي. الجبس باريكو ايه? طيب انا اقولك على حاجة. طب ما انا ممكن استخدمت طريقة الاولنية ان انا خدشتهم في بعض. ممكن بقى الكبس اتنين تلاتة. يعني الكتعة المعدنية مش هتخدش الاتنين. مش هتفرق اللين هي تلاتة بنص. بس ممكن زفرة الانسان عشان هو اتنين ونص هو ده اللي يفرق. الزفرة هيحق في الجبس. هيخدش الكبس ولكن لا يستطيع ان ياخدش وضح كيف هتفرق بين معدنين عنصريين. الاتنين يتكونوا من عنصر واحد. مختلفين. لهم نفس التركيب الكيميائي. اه اصدق مثلا زي الماس والجرافيت. هما الاتنين يتكونوا من كربون زي بعض بالزبط. هاقول ايه? هاخدشهم في بعض واللي يكسب هيكون الماس. ده لو انا يعني اعمى ومش شايف ان الماس شفاف والجرافيت اسود. بس ماشي. لديك اربع عينات لمعدن واحد. بس مختلفة الالوان. شفافة وبيضة ورمضية. وبنفسجي. طبعا انا وبكورتز بانواع واني. يعني يعني نعمل نفسنا مش عارفين. في دوق زيالك اجيب على الاسئلة ايه? طبعا. ها زيالك. هم? تعرف على المعدن المعدن كورتز موسكور طراجة صلاته. سبعة. اكتب مثالا لخاصية تناسوكية غير الصلاة. طيب اه مكسر ومحارج. وما لوش انفسهم. اكتب مثالا لخاصية بصرية غير اللون. آآ بريكو زجاجي. هلوان حتى دي. آآ بما تفسر اختلاف الوان المعدن. طبعا بقى هنقول الشوائب. يا معنا تعبت. بس اقولها تاني. اللون اللون البنفسجي بتبقى اكاسيد الحديد. اكاسيد. والله هجيلي جلطة لو حد قال لي حديد بس من غير كلمة اكاسيد. الرماد دي بيبقى بسبب تعرضه الاشاع من عمص المشاععة. البيضة. البيضة بتكون فقوعات غاز. والولة الشفافة لانه ناقي. هراتب المعدن التالية. تصعوديا مش. تابعا لدرجة صلاتة. اللي هي بتاعة محصر الصلاتة. صدق وتؤمن بالله. انا ما هجاوب السؤال ده. تمام? عشان انت لازم تبقى حافظ محصر الصلاتة. هكتبهم كده ومش هقول لك. كيف ممكن تعيين صلاتة معدن في الحقل او المعدن من المعمل. اذكر الطرق المختلفة. طبعا انا ممكن استخدم اقلام الصلاتة. او ممكن استخدم زفري عشان هو اتنين ونصف. قطعة معدنية عشان هي تبقى ونصف. ممكن استخدم اه اللي هو قطعة خزف عشان هي استبقى. ما المقصود ده مكسر المعدن. هو هو الصلات حنتج عندها ترك عليه في اتجاه غير اتجاه الانفسار. وما ينوعه. وانا بقى مكسر محياري مكسر مسألنا المكسر خشن دي حاجة ترجع لك انت يعني. ماشي. ما الانفصام? هو قدر ما اعمل على الانفصام اقول ان هو يبقى في شرايح. الفاصلة عند الضغط على مستويات الضعف. كيف يوصف? والله بقى قاعدي في اكثر من اتجاه في اتجاه واحد صفائحي. يعني انا انا تعيكت بصراحة. وانت اقولها بقى. ماشي? ما القصص التي يمكن استخدامها في وصف الانفصام. في اكثر من اتجاه. ايه بقى? هنقول. دي على فكرة انا مش رحتهاش. انا بنعرف الانفصام ازاي? بنعرف ان هو صفائحي ولا مكعبي ولا في اكثر يعني اتجاه واحد ولا اكثر من اتجاه ازاي? بنقول عدد مستويات الانفصام. تمام? والزاوية بتاعة مستويات الانفصام دي. لو هي كلها زاوية واحدة زي بعض بقى نقول ان هو صفائحي. لو هي زاوية مختلفة بقى نقول ان هو مكعبي اللي هو في اكثر من اتجاه. كده. ماشي? خمسة وعشرين. ما الاسس التي يمكن استخدامها في وصف الانفصام في اكثر من اتجاه? ايه نفس الاجابة يا جماعة. خلاص? ستة وعشرين. وضح الشبه والاختلاف بين الزهب والجالينة. الشبه ان الاتنين لونهم يعني لحد ما ايه? ليهم باريك في لزي. الاختلاف ذا. الدهب معدن عنصري. انما الجالينة معدن مركب. الدهب وزنه نوعية تسعة شرور تلاتة من عشرة. انما الجالينة كام? سبعة ونصف. الدهب من المعادن القابلة للسحب والطرق. الجالينة لأ. الدهب من المعادن العنصرية انما الجالينة من الكابريتي دات. طيب الكوارتز والصوان. الشبه بينهم ان هما الاتنين سيليكات والاتنين ليهم اكسر محاري. انما الاختلاف بقى اللون. الصوان اسود. انما الكوارتز فيه شفاف وفيه وردي وفيه مش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا باريكو في لزي. باريكو آآ لا في لزي زجاجي. ومغدشه ابيض. وصلاة سبعة. اللي بعده? هم. لأسطح بعد المعادن اشكال معينة عندك كسرها. آآ في مستويات غير ضعيفة. لا تتبع. يبقى هتقول بقى ان انت عندك مقصر محاري. مقصر خشن. مقصر مسنن. واتجاوب لحدة دي. وتقول تعريف المقصر برضو بالمرة عشان نخصر حاجة. تمام. تمانية عشرين. اكتب الرقم الدال عليه. صلة تلك واحد. قطع النحاسية سبعة ونص. ملوز النوعي اللي الجليناة سبعة ونص. عدد معادل مقصر عشرة. صلاة لوح الخزفي. آآ ستورز. تسعة واشرين. لذلك يا معدنين. لهم نفس المظهر. زجاجي. نفس زجاجي الخماشة والكوارتز عشان تبع عارفين. البريك يعني. ينتمي كل من هما المجموعة طبعا لان الكوارتز كاربونات والكوارتز سيليكات والكوارتز كاربونات. ماشي. بدون استخدام ادوات. ايه بقى? تفرج بينهم. اخدشهم في بعض. تمام? والكوارتز السبعة يبقى كوارتز زيكسا. بس. ممكن اضغط عليهم على فكرة. ممكن استخدم الانفصام برضو. لو اضغط تركت عليهم. الانفصام بتاع الكنسايت معيني قائم النماء تلاتين. معدنين لهم نفس بريق ايه ده? ايه ايه يا عمي. ما الفروق بينهما? بس الفيزيائية دي هتقول نفس الاجابة. النماء الكيميائية والكوارتز سيليكات والكالسايت كاربونات. واحد تلاتين. ازا كانت مجموعة الخاصة التي تعتمد على الضوء اللي هي البصرية يعني. غير كافية لتعرف على المعدن. طبعا. هستخدم طبعا للصفات التماسكية اللي هي زي الصلاة والانفصام والمقصر وقابلية السحب والترك. واكتب تعريفاتها. اذكر مثال لمعدن زوء الوان متغيرة. من مجموعة الكابري تيدات. اه. اه هنقول لسا في رايت طبعا. كابري تيدات السنك. وان لما بيدخل عليه زرات الحديد. اتحول للون البني. على ما دول الوازن النوعي للجالينة. هنقول انها النسبة بين كتلة الجالينة وكتلة نفس حجم اه الماء المزاحة. ما دور العالم محص? عمل لنا محص للصلاة ده وبقينا نعرف نحدد نوع الصلاة ده كل المعدن يعني في الدنيا. باستخدام اقلام الصلاة. عصرت على معدن زجاجي. كوارتز يعني. او كالسايت شوف. زلانت انه ماس. كيف اتأكد من ذلك? هيبه هو كان كوارتز خلي بقى. اتأكد ازاي? اول حاجة لماس لا يمكن اخدشه. لو هو اتخدش يبدأ مش ماس. ماشي? هلفه قدام عناية. ماشي? استخدم آآ قصية عرض الالوان. لو اداني لون احمر وبنفسجي يبدأ ايه? ماس. طب واي لونين تانين يبدأ مش ماس. كده احنا خلصنا. خلصنا كده الباب التاني. تمام? انا اختار طبعا في فيديوهات الباب التالت. هتلاقوها. هنعمل بالليلست للشرح. وبليللست الحل لاسئلة. تمام? اي حد بيحتاج يسألني في اي سؤال? يعني بدأ ما تكتب لي في التعليقات عشان مش هعرف اكتب اجاوبك كويس? لا. هتلاقي في الديسكريبشن بتاع الفيديو اللي هو وصف الفيديو تحت. رقم تليفوني. كلمني على واتساب. وهدخلك معنا في الجروب. نعمل جروب الواتساب طبعا نفاصل جروب بنات وجروب اولاد. احيانا يعني لو كانت الايجابة صغيرة بجاوب بكتابها ممكن كمان لو كده اشرح لك واحيانا كتير جدا بعمل فيديو مخصوص بس طبعا ما بنزله على الواتساب. تمام? اه ابحث على الفيس بوك على هشتاج جيولوجيا حلوة. وشاركنا على شو بقى عشان انا بستخدم الفيس بوك عشان الصور. يعني مسلا صور معادن صور الحاجات دي كلها مش هعرف طلعها على اليوتيوب. فبحطها على صفحة الفيس بوك. والفيديو هات هتبقى وحش على على الفيس فبحطها على اليوتيوب. تمام? بس. طبعا اعمل عشان يجي لك مني كل جديد وفعل الجرس عشان يجي لك دايما ان انا نزلت فيديو جديد. بس هو لو عندك اسئلة زي ما قلت لك رقم التليفون كلمني في اي وقت شرح لك اللي انت عايزه على طول. يعني ربنا وفقكم.